السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الله يعطيك صحيحك الله يحفظك وحفظ المخري يجيسمح لي الله يعطيك صحيحك يا دكتر الله يحفظك رعا سبحانك يعاد يورمون فينا بزاف وتنتس انه غاديك لوقيته فاشتك الله هو اللي علمه بطير دكتر الله يحفظك بارك الله وفي كل الا امينة حفظك الله وراك لنا ودعي ادعي لي مع الوالدين التفا والله ارحمهم الله الله وعندي شي اغراض طلق سيدة ربي كمنا ليه يدور جيفل يا ربي يلا انا عز طغار ساعة في الليل كانت جيبنا فيقه وتلقى احد الغنافق اللي علم بها وواسطة ربي اللي هالم بها لا اله الا الله ربي لما يدعو معي المسلمين كلهم اللي كيف نعني عندي شي اغراض يصد ربي تكفلهم ليه يجلكم ترشف هذا دنيا يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم الله سبحانه يا تكتر الله ولا يحفظك من الشيك يا ربي اه間 الزب اللي كيف معني يتاهم على يوم وال увид قدرة مع الشيخ مسلم وقيت يا ربي يقول الدكتور كوروي ما ايه يه لتبغيت يلا كان شي ايش يولي اشي بنية أنتكسر بها يا رحمن يا رحيم يا ربي تفقيد السيد مسلم وقلت الي قيت يا ربي يقولا الدكتور كورو ماان الا كان شي مني ايام يبغيت تكسر بينön لا اله الا الله. يا ربي للا امينة. يا ربي يا كريم. للا امينة عن طلب ان السيسامي يحتفظ بالرقم ديالك. اه امينة من اقادير ان شاء الله تعالى ربما واحد الاسبوعين. شو الاغادير تسمم عسي سعيد مسلم. فعلا نشوفوك للا امينة وربي يقضي الغرض. ربي يقضي الغرض. سبحانه ما صحرا هذا لهذا. الله يكمل لك رجاء للا امينة. الله يفرج عليك. بارك الله فيك للا. بارك الله فيك. حفظك الله ورعك. شكرا لك. شكرا لك للا امينة. لا اله الا الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا. لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اختنا امينة عندها هم وغم يبدو شديدين. لان من نبر الصوتية ديالها. ومن هاد الحجر جاو هذا الدموع. يبدو انها معذبة في الارض. للا امينة. عندنا واحد البشارة. قد تكون الحياة صعبة. وقد تفاجئنا ببعض النكبات والشدائد والكروب. لكن لا ينبغي ابدا ان ننسى ان عندنا رب اسمه اللطيف بالعباد. لنا رب اسمه الكريم. لنا رب اسمه الجواد. لنا رب اسمه الرحمن الرحيم. اي حاجة اشتدت علينا سوف يسرها. اي باب اغلق سوف يفتحه. ربنا سبحانه وتعالى يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. وفي التلت الاخر من الليل يعرض خدمته علينا. فيقول هل من صاحبي حاجة? فاقضيها له. هل من سائل? فاعطيه. واستجيب له. ما تخفي للأمينة. ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. من بين الامور لنستقبلة لأمينة وحاجة مقضية كوني هامية. وهي ان عندنا وحد الادعية هي مفاتيح لخزائن الرحمن. كين الخزائن? لكن بعض الناس عندهم مسدودة. هناك مفاتيح بحال الكود. بحال الرقم السري. كتقول لك الدعاء الخزينة من خزائن الرحمن وهي لا متنهية. ربنا عنده خزائن السماوات والأرض. عندك تحباش مئة خزينة ولا تلتمئة خزينة. هي غير متنهية. خزائن الرحمن غير متنهية. لا تنتهي آبدا. فلما تقول واحدة الدعاء معين كيف تحليك الله تعالى واحدة خزينة من خزائنه اللا متنهية. فاذا فتح لك خزينة واحدة. ربي عز وجل اغناكي. كان يحكى ان سيدنا ايوب عليه السلام. من اللي غي تصب بالمراض وبالسقام وبالفقر. وغي دعلي كل حاجة. ربي بغي يغنيه. قال واحدة الدعاء بسيط. فكان متكع على واحدة الخيشة ديل الشعير وخيشة ديل القمح. قال هدك الدعاء. فربنا عز وجل من كرمهين. صير ذلك القمح والشعير ذهبا وفضة. فصار ايوب عليه السلام عنده رزق وفير وخير كثير. غنت تكلمه على القصة ديل سيدنا ايوب لما نأتي الى تفسيره في موقعه في القرآن الكريم. وغنت شوف الاسرار اللي فيها. فعلينا ان لا نخاف ولا نخشى. كن هذا الوجود المادي الواقعي ليه ومعروف. والناس كنك نقرأوا الواقع بالحسابات ديله بالارقام ديله. لكن بعد هذا الوجود الواقعي هناك وجود اخر رباني. وجود ايماني. لا يراه الا اهل الايمان. والاموت. جوج لكي شفوه. اهل الايمان لانهم يؤمنون بالغيب. الف لاميم ذلك الكتاب لا ريب. فيه هودا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. المتقين يرونه. والنوع التاني اللي كي شفوه هما الاموت. لان الميت ملكي بغيموت. يقول له الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الميت حتى ولو كان كافرا او ملحدا او منافقا. رب عز وجل يرفع عنه ستار الغيب. فيرى الوجود ببرمته. ويراه ما كان يراه اهل الايمان بالغيب. هناك خزائن الرحمن. اذا شاء المولى عز وجل فاتح لك خزائنه. من بينها للأمينة. الذكر الذي علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة. فاطمة بنت النبي حينما تزوجت بسيدنا علي من ابي طالب. واجهت صعوبة كبيرة. سيدنا علي كانت وغير راعي الغنم. ومن بعد لا تاجي صغير. وكان مضياف. وكان عنده خوته بزاف. لان ابوك يقول بانه قل ما له وكثر عياله. فكان عنده الاخوة دياله العائلة. ويتقهرت. قالت لي يا ابتي. زوجي علي مضياف كيش عنده العائلة كثار. بخصومي يوكلهم. وزاده قليل. ما عدناش. قلت لي يا ابتي هلأ امرت لي بسهم من بيت المال. شي سهم من بيت المال. واحد الاعطية. نعود نعاون بها. وقتلي شقة علي اكثر. هلأ امرت لي بخادم. حتى تعينني على اشغل البيت. عندما طلبين اثنين. قلت لي اريد خادما وسهما من بيت المال. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم ان قال لها يا فاطمة. الا ادلك على اخير من ذلك وافضل من ذلك. قتلي بلى يا رسول الله. قل لها اذا اصبحت واذا امسيتي. قولي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اقضلي امري كله. ولا تكني الى نفسي طرفة عين. هذا الذكر البسيط. في النداء باسم الله الاعظم. يقال بان اسم الله الاعظم الخفي. هو يا حي يا قيوم. ان الله حي وغيره يموتون. والله قيوم. قيوم السماوات والارض. يقوم على شؤون الخلق كلهم. حتى الكفار والمشركين والملاحدة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هذه تسمى الاستغيث. الاستغيث. الاستغيث تطلب العون السريع. التدخل السريع. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ورحمة الله واسعة. من ادركت رحمة الله فلن يحتاج الى غيره. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اقضلي امري كله. وفي رواية شأني كله. يعني كل حاجاتك الصحية والنفسية والمالية والزوجية. وفي العمل. وفي المواصلات. ومشكل السكن. ومشكل العلاقة مع الناس. كل شيء. اللهم اقضلي امري كله. او شأني كله. ولا تكني الى نفسي طرفة عين. يعني لا تجعلني اعتمد على نفسي. ما نغفلش ولو رمشة عين. رمشة عين. الى غفلت عليها. كن معي دائما وابدا. هذا الذكر سبحانك سبحانك ما اعظم شانك. مجرب عدد كثير من الناس. كانت عندهم مشاكل وصعوبات في الحياة. وكليك يمشي عندي بسيكياتخ. ولا عند كيمشي عندي اطباء اختصاصيين في مرض معين. وكليك يقلب على حل عند وكلاء الملك. وكليك يمشي عند المحامين وعند الخبراء. وعند الناس اللي عندهم القدرة على المتفازيون. باش يقدر يدفع الى الامام. وكيبقى دائما يدور في حلقة مفرغة. فحينما واضب على هذا الذكر في الصباح والمساء. وجد بان حاجته مقضية. وكل يوم يكتب الله له قدرا جميلا. قدرا ميسرا. نحفظه جميعا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم مقضي لي امري كله. ولا تكني الى نفسي طرفة عين. نقولها ثلاثة مرات في الصباح. وتلاثة مرات في المساء. وسوف ترون بان الحياة ستصير سهلة. وميسرة. وطيبة. ومباركة. وكل ما تبحث عنه هو سوف يأتي اليك. الرزق رزقان. رزق تأتي اليه. ورزق يأتي اليك. انت تلقى بان المشاكل العائلية. والزوجية وديل الاولاد. خصك خابير. وخصك قاضي. وخصك محامي. وخصك خابير في التربية. وفي علم النفس. كل شي ما تحتاجوش. ربي غيوضع فيهم البركة. وغيوضع فيهم تسير. وتلقى كل شي مرضي. وهدن. وكل شي مسلم. وغتلقى الحاجة كل مقضية بامري له. فاسأد الله الكريم للا امينة. الله يفرج عليك الامور. يا ربي الله ينفسي لك الكروب. والله يقضي لك الحوائج. وذلك الاغراض اللي عندك في قلبك وفي بالك. اسأل الله الواحد الاحد. الفرض الصمد. ان تكون حاجتك مقضية. بقدرة الله. الذي امره بين الكاف والنوم. اذا قضى امرا انما يقول له كن. فيكون. اسأل الله تعالى ان يفرج همك. وينفس كربك. ويرفع مقامك. ويحقق رجائك. ويرحم والديك. ويسكنه فسيح الجنات. وكل من قال امين. اللهم ارزقه مثل ذلك. وزيده. قلوا معنا جميعا امين. امين امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.